كنت بتكلم النهاردة في المقدمة جيمي على فكرة أنه النهاردة كان فيه تلات لعيبة مميزين في الخط الهجومي نادي الأقل أحمد عبد الرئيس حتى الأول اتنين دول تحديدا ما قدموش كتير في الشيط الأول بس أقدموه في الشيط التاني مع حسين الشحات التلاتة تشالو تحط بيرستاو وتحط طهر محمد طهر وتحط كهربا والتلاتة برضو قدمو دقائق ممتازة جدا تحديدا كهربا حكاية انت بتتكلم في تلات مباريات بيسجل هدفين بيصنع تلاتة يعني خمس أهداف بيشارك فيهم في تلات مباريات بس بعد غياب طويل جدا أداء مبهر ويستحق التحية بكل تأكيد كهربا يا كريم عامل معدل تهديف عالمي ما شفتوش ما شفتوش قبل بس ما كمل كلامي دايما مستنيين منه الاستمرارية لكن هاتلي الجنة الثالث عشان أقولك يعني يجبوا لنا الجنة الثالث يجاهزوا عبل ما نتكلم انه لما نيجي نتكلم انه لعيب لعب كم دقيقة وياريت حتى وما تلات مطشاط هو لعب 139 دقيقة ساهم في خمس أهداف المية 139 دقيقة بنتكلم على معدل مساهمة في الأهداف كل 28 دقيقة بيساهم في هذا أقل من نص ساعة انت بتتكلم على معدل قل ما يتواجد من الأساس وبتتكلم على معدل فعالية دا ينقلك لمعدل فعالية عظيم جدا من محمول عبد المرحم كهربا كهربا لو كمل وعمل الاستمرارية دي أنا بقولك انه بهذه المعدلات هيعمل سيزن لو كمل وما صدرش ضده أي جراءات إدارية منعيته انه يلعب يعني لو كمل حتى نهاية السيزن على نفس هذه المعدلات حتى بهذه الدقائق هيبقى أعلى معدل تهديفي أنا شفته في حياتي لانه لما تتكلم على كل 28 دقيقة لعيب عندك يا بيعمل جول مبارات صعبة يابا يسجق وورايات صعبة جدا رب عليك يا محمول وهنا بقى نروح لحاجة مهمة جدا جدا كهربا طول عمره العيب فعال طول عمره العيب كواليتي ومفيش تشكيك أبدا في الكواليتي بتاع الكهربا سواء كان في تجربته مع التحق جدا تجربته مع نادي الزمالك حتى تجربته مع منتخبات الناشئين والفئات السنية حتى في وجوده في أمبي هنا يقولك حاجة مهمة جدا ماشي هاتلي الفريم اللي بعده الكورة معتاو الفريم اللي بعده ده على طول كمل انه هنا القرار الاولاني الطبيعي ولعيب نازل وكاس عالم اندية وكهربا لعيب عنده كورة فعايز يروح يدوس عليها ويروح هو يحط جون والفرقة كسبانا اتنين لو انا لعيب مش مركز بنسبة مليون في المية مش هشوف توا وبتحرك هبدي نفسي ان انا روح اعمل ده هنا نقطة مهمة جدا رحط تحتها اخطوك كتير هل كهربا وهو نازل من بداية المباراة وبيلعب ستين دقيقة ظهر بشكل جيد نعم كهربا هو نازل من على البنش ونازل مركز في المباراة مرتاحة المنافس في المتناول واتنون صفر فكل الدوافع بتقول لكهربا حط القرى انت ودوس وروح لو ضاعت مش يحصل حاجة لكن الراجل بيعمل هيهات لبقى الفريم اللي بعده الراجل راح وعمل الاختيار الابعد ان هو يحط ويحط القرى بكعبه اسيست ممتاز حمود عبد المنعم الكهربا الاجمل من الاسيست حالة التركيز اللي عليها محمود عبد المنعم الكهربا اللي نازل من على البنش ويعمل القرى بالشكل ده ومايروحش ابدا ان هو اللي روح يسجل الجول وبيلعب في كاس عالم اندي الناس كلها شايفاه والسبوت والناس كما بتتكلم دايما ان في العامة بتحب السبوت وفيش حد ما بيحبش السبوت لكن هو واضح انه مركز بشكل اكبر بكتير من السبوت ده اللي دايما كان بيخرجوا عن تركيزه عشان يعمل دي نازل من على البنش بركز ومحضر نفسه كويس جدا فعالية محمود عبد المنعم الكهربا لو استمرت على ده مكسب كبير وسلاح مهم جدا جدا عد بارس الكهربا